طيب، من أول واحد اكتشف أحمد كشك؟ أنت دارس وأكاديمي وعملت أدوار كتير يعني برضو اشتغلت مع نجوم كبار طبعا، أنا محزوز جدا يعني بابا للمجال مثلا مع مصطفى شعبان واشتغلت مع كريمة عبدالعزيز في الاختيار ومع طبعا، يعني كريمة عبدالعزيز يعني هل أنت كنت محزوز برضو بأعمال كلها كبيرة؟ جدا، جدا، أنا أعتقد أنها ما عملتش يعني أنا بدأت أول حاجة اللي هي خالص كانت مع الأستاذ خالد الصاوي في مسلسل الصعلوق ده أول حاجة اللي هي خالص وكان اللي اكتشفني أو اللي جابني من على خشبة المسرح كان المؤلف محمد الحناوي والمخرج أحمد صالح حمصة هم أول ناش شافوني على خشبة المسرح في الأكاديمية في محط المسرحية وجابوني مثل وكنت رايها عمل دور زابط وكانت دور مكتوب صغير جدا، يعني مثلا أربع مشاهد بعد أول مشهد أستاذ أحمد صالح اتفق مع أستاذ محمد حناوي المؤلف قال له لا هو هيبقى معنا والدور اختلف وبقى فيه دراما وبقى الدور أيها كان دور زابط بيه حق في قضية وخلاص لا بقى الدور موجود وبقى لي معنا والحمد لله بعدها بقى بس هو أول حد كان محمد الحناوي المؤلف وأحمد صالح حمصة هل أنت محظوظ أن السلم بتاعك كان سريع؟ انت لعت بسرعة آه يعني أنا بالزبط بس أنا عدت في المسرح كتير ما هو ده برد نديجة المسرح إن أنا عدت في المسرح حوالي 12 سنة بشتغل مسرح 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 مدرسة طبعا مدرسة ومشتغلش في التلفزيون ولا في السينية ولا بشتغل مسرح وكنت محظوظ أكتر إن أنا مثلا ما عملتش أوداشن ما لفتش اللفات دي وكنت مصر إن أنا هطلع من على خشبة المسرح وقد كان الحمد لله يا رب العالمين اللي هو حييجي حد يشوفني يقول لي تعالى محسن أنا عايزه وده ببقى إحساس حلو عظيم كمان عظيم إنه بيشوفك وإنت مزاكر أنت مزاكر أنت بتعمل شخصية وأنا عندي إحساس دايما إن الممسرح محتاج أجواء يعني ما فحش تقول لي المسرح دلوقتي أنا مش عرف أمسر دلوقتي لازم في أجواء فهو المسرح محضرني في الأجواء دي فهو كمخرج أو كصانع عموما هيتفرج علي في الأجواء دي فدي متعة عظيمة جدا ومسرح زي ما بيقولوا أبو الفنون دي حقيقة ولكن التلفزيون قهضة عريضة طبعا يعني جمهور أنت بتدخل البيوت من غير الإزام حلوة أوه متعة حلوة أوه يعني متعة كبيرة جدا متعة رهيبة حسيت الفرق ده لما بدأت تعمل عمل اتنين فحسيت إنه لا بدأت تلمس الناس عن قرب بدأت تلمس الناس وبدأت تحب الموضوع أكتر فبدأت بقى أركز فيه أكتر فبدأت تسعاله يعني بدأت بقى أركز فيها بدأت أذكره أذكره بمعنى أن أنا زاكر أنا كنا بندرس في الأكاديمية المتلقي بندرس مواد عن المتلقي فبدأت بقى زاكر و أنا بناشد مين أنا بناشد الشعب المصري رقم واحد بناشد الوطن العربي بيحبوا إيه بدأت بقى زاكر تاريخنا بدأت أشوف بقى أستاذ عادل إمام بشكل جديد وأستاذ نوري الشريف بشكل جديد أستاذ أحمد زاكي بشكل جديد شوفهم بعين الممثل أشوفهم بقى بعين جديدة تماما الأول كنت إيه الله أنا بحب أحمد زاكي قوي عشان هو عادل إمام لما بقيت أنا بقى موجود وبتفرج الله دي تسبها لنا إحنا المشاهدين نستمتع بيهم كده لكن لما يكون حد حيمثل بيرجع وراء ويشوف بقى تفاصيل هي الناس حبت النجوم دول ليه أصلا لازم أذاكر هما ليه حبوا النجوم دول